مرحبا طلابي طلاب الصف الثالث العدادي ان شاء الله تكونوا بخير وياكم الأستاذة أسيد زيد العزاوي من منصة درس العراق بهذا الفيديو راح اشرح لكم تمرينين باليونت السابع يتحدث عن linking ideas شو نربط الأفكار ببعض الكلمات اللي تربط بين الجمل فعدنا مثلا أكو مثلا كلمات عندما نتحدث عن شيء عام وبعدين نخصص هذا الشيء مثلا على سبيل المثال نكتب for example or for instance or such as يعني مثلا أو كلمات أخرى عن النتيجة مثلا ذا نتحدث عن في السبب فنكتب as a result or therefore or so أو إذا ذا نتحدث عن time يعني وقت ترتيب وقت مثلا first أولا next يعني التالي then after that بعد ذلك once مرة as soon as فهذه كلها عبارات الوقت أيضا وإذا كنا نقارن أيضا بين جملتين فأيضا نربطها ب whereas or however like unlike عكس معناها while بينما طبعا أنا راح أشرح لكم هذه التمرين لكن هو ما جاي منه نهائيا بالوزاري لكن لازم أشرح لكم يعني أخاف يجوبوكم إياهن يعني في سنة ومن السنوات وراح نبدي بالتمرين الأول activity D on page 162 في صفحة 162 of the activity book يطلب مننا بهذا التمرين أن نربط بين جملتين بإحدى الأدوات الربط conjunctions معناها أدوات الربط number one books can't be used anywhere الكتب ممكن نستخدمها بأي مكان computers can't be used anywhere كمبيوترات ما نقدر نستخدمها بأي مكان فشو راح نربط بين الجملتين طبعا هي عكسها منوء الكمبيوترات هي عكس الكتب فلذا كنكتب unlike computers عكس الكمبيوترات books can't be used anywhere الكتب ممكن أن تستخدم بأي مكان number two you can do more than just read information on the internet you can listen to the news as well يعني هنا دا نضيف فد معلومة يعني دا يقول بأنه أنت تستطيع أكثر ما فقط يعني تقرأ معلومات على الانترنت أيضا تستمع إلى الأخبار فهنا دا نضيف فشو الأدوات نستخدمها in addition in addition يعني بالإضافة إلى فنكتب in addition to reading information on the internet بالإضافة إلى يعني قراءة المعلومات على الانترنت you can also listen to the news ممكن أيضا أن نستمع إلى الأخبار number three buying books can be expensive يعني شراء الكتب ممكن أن يكون غالي using the internet can be cheaper يعني استخدام الانترنت ممكن يكون أرخص فهنا نكتب but فنبدأ الجملة buying books can be expensive يعني شراء الكتب ممكن أن يكون غالي but using the internet can be cheaper لكن استخدام الانترنت يكون أرخص number four dangerous يعني استخدام الانترنت ممكن يكون في بعض الأحيان خطر you can't get a virus from reading a book ما تستطيع أن تحمل virus من قراءتك للكتب فنكتب although using the internet is sometimes dangerous بالرغم من أنه الانترنت بعض الأحيان خطر you can't get a virus from reading a book ما تستطيع أن تأخذ virus من قراءتك للكتب نتمرين آخر on page 157 في صفحة 157 of the activity book من كتاب النشاط activity c can't believe the text with linking words from the box يعني أكمل النص بكلمات الربط من الصندوق عدنا بالله علىها وفا وعندنا for instance وfirst وunlike وonce وستو وwhile number one once he leaves university يعني مرة هو غادر في مرة أو مرات وغادر الجامعة مايك is going to have more time for voluntary work يعني مايك راح يكون عنده وقت كثير للعمل التطوعي the work is quite time consuming يعني استغرق هذا الوقت ووقت طويل however عليه تحان مايك thinks it gives him a lot of skills يعني مايك اعتقد بأنه هذا ينطي الكثير من المهارات that will be useful later in life راح تكون بعد ذلك مفيدة في الحياة he likes the variety of hospital work هو يعني يحب تنوع العمل اللي يكون بالمستشفيات for instance يعني على سبيل المثال working with patients يعني العمل مع المرضى and supervising other staff والاشراف على بعض الموظفين آخرين number four unlike يعني عكس most of his friends عكس أصدقاء يعني الآخرين مايك can't use a computer مايك من يستطيع أن يستخدم الكمبيوتر that will soon change وهذا راح يتغير قريبا he is going on a course next week هو راح يدخل دورة الأسبوع القادم so in six months لذلك هو في ستة أشهر he should be good at using spreadsheet even web design يعني هو راح يكون بستة أشهر قادر على استخدام جدول بيانات يكون بالكمبيوتر and even web design وتصميم الشبكات هذه كانت التمارين الخاص بموضوع linking words والموجودة في أنيوت السابع مثل ما ذكرت بأنه هذه التمارين نهائيا المجاوبة الوزاري لكن لازم نطلع عليها لأنه أخاف تيجينا وانتظروني دائما في فيديو جديد فقط على منصة إدرس العراق ترجمة نانسي قنقر